معانا الأستاذة فضمة تتفضل السلام عليكم يا مولان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الجميل بركتكم يا فندم الله يكريمك يا فندم حضرتك أنا ليا ثلاث أسئلة معلسة أطول تفضل يا فندم لا يكريم دلوقتي لو أنا يعني واحدة ستة بشتغل يعني أنا مهندسة وبشتغل وزوجي يعني كان جاله وزروف فما أقدرش يعني يعني يتعب وفما أقدرش يقدر يعني على البيت وكده فأنا تتفلت بالبيت كله بالولاد وكده يعني بنا يدعلك في ميزان حسناتك يعني أنا أثاب على ذلك يا مولان طبعا طبعا ده ثواب عظيم والثواب مضاعف لأنه إحنا عندنا لأن العمل اللي أنت بتعمليه ده داخل تحت بند الصدقة والصدقة في القرابة فيها فيها ثواب الصدقة وصواب القرابة كمان بنا يا كريمة يا مولانا يعني هل ممكن أن فلوس الزكاة تتحطي في الموضوع ده لا المسألة لا أما فلوس الزكاة فلا تعطى للزوج ولا تعطى للأصل ولا الفرع لأن كأنني كده أنا أدفع الزكاة النفسي طب حضرتك لو أنا اشتريت مثلا كاراتين في رمضان ووزعتها ده ممكن يبقى ستلوس الزكاة ولا ده حاجة تاني حسب محتويات كاراتين الكاراتين دي لو المحتويات بتاعت الكاراتين دي المواد الأساسية للناس آه تنفع من الزكاة ليه؟ هقولك لأن الزكاة لازم تعطى للفقير سمعت قوله وتعالى في الكلام عن الزكاة إنما الصداقاته للفقراء والمساكين اللام دي معناها التمليك يعني المفروض إن لو هي زكاة مال الفلوس دي يمسكها يملكها الفقير في إيديه طيب إيه اللي يقوم مقام إن قبض الفقير للمال اللي يقوم مقام قبض الفقير للمال إن أنا أديه له الأشياء الأساسية لو ما بيستغناش عنها ما بيستغناش عن اللحمة بيستغناش عن الرز بيستغناش عن العيش الحياة الأساسية بيستغناش عن ما يصلح به الطعام زي الزيت زي السمن الحياة دي لو موجودة آه لكن هو ممكن يستغنى عن الفوزدو ممكن يستغنى عن الزبيب ممكن يستغنى عن جوز الهند يبقى إذا كانت الكرتونة فيها المواد الأساسية يبقى خلاص يبقى ماشي لكن لو فيها حاجات من قبيل الترف فلا فدوة مش هينفع فيها في سؤال تاني يا أستاذ فاطمة ولا أستاذ فاطمة معلس معنا معلس يا باش الله يكرمك مولانا أنا عايزك تدعي لي ابني بس عشان هو تعبين نسأله الله ربنا يجمع له بين تمام الأجر والعافية وإن شاء الله عافية عاجلة ويكون طرب العافية مضاعفا بمضاعفاتي بركاتي وخيراتي هذا الشهر المبارك فيعدل له إن شاء الله فيأتيه بعافية عاجلة غير آجلة إن شاء الله ويكبر خاطرك ويكبر خاطره إن شاء الله بمزيد من فضلي ولطفي وكرمي ومدده سبحانه وتعالى أمين أمين